بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سبحانه يقول في الحديث القدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وصلاة وسلام يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي تقول عنه كتب السيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر يبدأ من لقياه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا خصور فيه ولا تفضيل يقول سمرح ابن جندب رضي الله عنه جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدر يبخت أعد مع سيدنا النبي في ليلة كان القمر فيها بدر يقول فأخست أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر فوجدت وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز برحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل اتصال اللي حتتضي على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل حلقيتنا النهاردة متميزة جدا حلقيتنا النهاردة بعنوان كل عقدة ولا حلال حلقيتنا النهاردة بتجاوب على كل الأسئلة التي وردت إلينا عبر بريد البرنامج أسئلة اكترى جدا بتصل إلى برنامج حجوز إن شاء الله بنحاول نجاوب عليها النهاردة وبكرة إن شاء الله وبالا في انتظار كل أسئلتكم واستفساراتكم أيضا واتصالاتكم للإجابة على هذه الأسئلة والمشاركة في هذا البرنامج وهدفنا أسرة بتعرف ربنا سبحانه وتعالى هدفنا نقلل من حالات الطلاق هدفنا إبا فيه سعادة جوة البيت هدفنا نطرد الشيطان من البيت عايز أقول له حضراتكم دايما الجملة اللي بكررها وبقولها إن الزواج نظام عظيم لا يفسده إلا المتزوجون الزواج نظام عظيم لأن العمل ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما قلناش حب ورحمة ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة يعني البيوت لا تبنى على الحب وحدة ولكن البيوت تبنى على التودد وعلى التراحم وعلى حسن العشرة وحسن المعاملة بين الزواجين الزواجة يا جماعة نظام عظيم لكن لا يفسده إلا المتزوجون إحنا اللي بنبوز الجواز لما الزوجة مش عارفة حق زوجها طب بس واجباتها والراجل برضو الزوج يطلب حقوقه فقط وينسى واجباته يتحول الأمر إلى مشكلة الزواج شركة عظيمة جدا لما بتقوم على التعاول والمحبة والموادة أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الزوجين وبيصلهم كل أمر عسير وبيفتح لهما فتوحة لعارفين لكن لما الزوجة تشتغل إحسابها والزوج بيشتغل إحسابه بتبقى مشكلة كبيرة جدا عندئذ يا جماعة بيتدخل الشيطان وإذا تدخل الشيطان نزعت البركة من كل شيء أنا أرضى عندي أسئلة كتيرة جدا وأنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي قدام حضراتكم على الشاشة أول رسالة وردت إلينا من إحدى المشاهدات بتقول لنا فيها بحب يجوز جدا وكل حياتي حبينا بعض سبع سنين جميل بعد الجواز لكن مجرد ما تحقح علمنا واتقفل علينا باب واحد كل واحد باب واحد كل واحد فينا ألع المسك اللي كان لابسه للأسف الشديد وظهر الوش الحقيقي نتخالق ونتصالح وبيتعدي لغاية لما وصلنا لحلة من الفطور الزوجي وبقى هو معظم وقته بيقضيه بره البيت وأنا ما بشتغلش ومليش صحاب وجوزي كمان منعني أختلط حتى بالجران ويروح أزور أهلي إلى نادرة وكان صديقي الوحيد هو السيد الفاضل الفيسبوك وتعرفت على واحد من خلال الفيسبوك ملأ الفراغ اللي عامله جوزي في حياتي وبدأت أتكلم معاه فيه التليفون وبدأنا نتقابل وحصل اللي حصل وخنت جوزي مرة واثنين وعشرة وعشرين لغاية لما ضميري مات وجوزي اكتشف من شهرين ثلاثة إنه عنده مرض سرطان واتغيرت معاملته لي خالص ورجع الإنسان اللي حبيته أول مرة أنا مش قادر أنا من تعزيب وتقنيب الضمير يا مولانا دلوقتي فكرت أموت نفسي طبعا لأن حياتي تحولت لي عذاب وحسة أن أنا غلط غلط كبير جدا وحسة كمان أن ربنا سبحانه وتعالى مش حيغفر لي طبعا مشكلة كبيرة جدا والحب طبعا بدأ بدأ بيحبوا بعض الاتنين بعد كده حصلت مشاكل كتيرة جدا بينهم طبعا ما حاولوش الاتنين هما يحلوها هو بدأ يرجع متأخر هي كمان طبعا أنت غلطانة جدا وعملتي خطأ كبير جدا في حق ربنا سبحانه وتعالى وفي حق دينك وفي حق مجتمعك وفي حق جوزك ما نفعش الست تفكر في غير زوجها أي ست بتفكر في غير جوزها تبقى ست أثمة شرعا خدوا بالك يا جماعة يا كل المتزوجين يا كل المتزوجين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن الحق سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر ده ربنا بقول كده أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر فإذا خان أحدهم الآخر نزع الله سبحانه وتعالى بركته مجرد تفكير أي زوجة شايفانها دلوقتي في غير زوجها ده جريمة بشعة جدا جوزك مش كويس بيعملك وحش إنسان سيء اطلب الطلاق منه ده حق شرع ليكي وممكن تروح تتجوزي إذا ما أنت عايزة لكن ديبقى على زمة راجل وتعرف واحد تاني إزاي إزاي ربنا حيكريمك إزاي ربنا حيصورك إزاي ربنا حيصلك إزاي حتبقى حياتك صعبة أوي حتبقى حياتك بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى لأن ربنا قال لنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش تنضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتدكى يا تونة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي وجوزك سابق وقعد فترة طويلة جدا ما بسألش عليك أنت على طول الشيطان ضحك عليك واستخدمت الفيسبوك وتعرفت على حد ودي جريمة ودي حرام يغضب ربنا سبحانه وتعالى وما اكتفتش بكده ده أنت كمان أغضبت ربنا سبحانه وتعالى وارتكبت أبشع جريمة يمكن أن ترتكب على ظهر الأرض وهي جريمة الزنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في الحديث الصحيح بشر الزاني بفقر ولو بعد حين وقال طبعا الشعر بيقول لنا كمان ايه عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليقوا بمسلم من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا العب فافهمي إن الزنادين فإن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتي كان تترى الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غيرا مكرمي لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين ما تقول ليش إنه هو اللي وصلني لهذه المسألة لو بتصلي وبتعرف ربنا سبحانه وتعالى وبتسجد الربنا سبحانه وتعالى لو عندك بسقلة ضرة من الإيمان مش تعملي ده لكن طبعا الشطان ضحك عليك وأفسد حياتك وأنت لأسف الشديد مشيت وراء كان ممكن أول تحاول تصليحي حال جوزك وتشوفي هو ليه عمل كده ليه هو هربان بره البيت كان ممكن أنت السكن والمودة والرحمة والأمن والأمان بتاعه لكن تعالى طول تعرفت على واحد تاني والوحدة ضحك عليك وارتكبت محظورا كبيرا يغضب الله سبحانه وتعالى جوزك رجعلك تاني عايز ترجعيله تسأليني بقى هذا ربنا ممكن يقبل التوبة آه عايز أقول لحضراتكم حاجة هما جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقبل التوبة عن عبادي جميعا ربنا بيغفر كل حاجة سبحانه وتعالى ما عدا حاجة واحدة ما عدا الشرك بيه باب ربنا يا جماعة مفتوح 24 ساعة باب ربنا سبحانه وتعالى لا يغلق في وجه أحد أبدا لا يغلق في وجه العصاء حتى باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح 24 ساعة باب أبي قد يغلق في وجهك باب أخي قد يغلق في وجهك باب أعزي الناس ليك قد يغلق في وجهك لكن هناك بابا واحدا مفتوحا طوال 24 ساعة هو باب الله سبحانه وتعالى الكريم عيسى أبا ربنا سبحانه وتعالى ما عليك إلا أن تتوضى وتقول الله أكبر فأنت في لقاء مع الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما يقول شرحيتك أبدا المؤبلة انتهت لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الخدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ما تيأسيش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى صحيح أنت غلطي غلط كبير جدا تقولي لي أعمل إيه لازم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تطيع لغتك بالراجل ده على الإطلاق والتوبة لها شروط خمسة الإقلاع عن الذنب الندم على مفات عدم العودة إلى الذنب رد المظالم لأصحابها أن تكون التوبة قبل الغرب يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم ربنا رحمته أسعى وقالينا في القرآن العظيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بس شرط صدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى حاجة تانية بطلبها من حضرتك أنك تعود خدامة لجوزك خدامة لجوزك ما بقية من عمرك لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك هذا الزمن تقولي له ولا ما تقولي ليش لا ربنا يستوري على نفسك لكن ما تقوليش لجوزك ولا تقولي لحد استطري بستر الله الجميل لكن تعود خدامة لزوجك ما بقية من عمرك لأنك ارتكبت محظور كبير جدا وارتكبت جريمة بشعة جدا ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليها يوم القيامة وده درس مهم جدا لكل الناس لكل الرجالة برضو يعني الراجل ما يسيبش مراته كده واحد تاني يضحك عليها لا لازم برضو يقعد يتكلم معاها ويقعد يناقشها وده مشكلة كثير من الرجال دلوقتي أنه مش بيتكلم مع مراته يقولك فيه حد عام بيتكلم مع مراته وفي حد بيقعد مع مراته هو على طول تفشم البيت مش عايز يقعد في البيت لا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخصص وقت لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنه هتقولي أنا مش فاضي أنا راجل مدير عام أنا مسؤول حولك أنت يعني مش أفضل عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم منتج مشغول أكتر من سيدنا النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول بهموم أمة كاملة فأنت واجبك أنك برضو تخصص وقت لمراتك ترجع البيت كده تقفل التليفون وتقفل التلفزيون وتقفل الراديو وتقعد تده ودانك أيوة ممكن تخلمك في البطاطس والفراخ لكن أنت لازم تسمع لها ولازم يكون فيه حوار جوه البيت وأدي النتيجة أدي النتيجة يا جماعة اللي بسيب مراته واللي بتسيب جزها برضو ما بتسألش عليه ممكن واحدة تانية تخطافه منها ودي مصيبة كبيرة جدا وموجودة كتير قوي في داخل المجتمع اللي احنا بنعيشه دلوقتي للأسف الشديد أنا عايز حضرتك تعودي ما بقية من عمرك خدمها لزوجك تخدميه طاعة لله سبحانه وتعالى خصوصا مريض وتعبام وربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك وأعتقد أن الدرس أن أنت تعلمت أو أن هذا الدرس أن الواحدة دائما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى معنا أول اتصال تليفوني معنا أستاذة كريمة سلام عليكم أستاذة كريمة ألو 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 يا كريمة أزايك أهلا وسهلا بيك تفضلي أسمعك يا كريمة ألو أيها كريمة فضلي يا بنت انت على الهواء طيب حاولي انقطع على اتصال تليفوني حاولي حضرتك تتصل بينا طبعا بتقول لنا الأستاذة الفاضلة صاحبتي المشكلة اللي فاتت أنها بتعاني من تعذيب الضمير وضع طبيعي جدا كويس أنك أنت بتعاني من تعذيب الضمير اللي عملتي ده حاجة صعبة جدا لكن برضو مع كل هذا أنا مش بيأس حد مرحمة ربنا سبحانه وتعالى وإنت واجبك أنك تتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى وترضي ربنا سبحانه وتعالى وتخلي بالك أبدا من الفيسبوك خش على الفيسبوك ويشوفي وتفرجي لكن مش تعملي علاقة مع حد وبعدين تخرجي معاه وتروح وتيجي ضيخضي بربنا سبحانه وتعالى رسالة تانية اللي وردت إلينا وبنحاول إن شاء الله نجاوب عليها وأنا في انتظارها جماعة كل أسالتكم وأستفساراتكم على وسائل اتصال اللي أعدام حضراتكم على الشاشة رسالة من عندي أحمد عندي أحمد يا أستاذ الشيما أستاذ أحمد سلام عليكم سلام عليكم أزاك يا دكتور أهلا بيك يا أستاذ أحمد اتفضل أسمعك دكتور أنا عندي مشكلة ومن الأسبوع اللي فات متأجلة لغاية لما أخذ رأي حضرتك فيها اتفضل يا أخي اتفضل دكتور أنا شاب عند 40 سنة بابا وعمامي وكلوني مسؤولية العيلة كاملة الأسر كلها بتاعت العيلة تمام بنت عمي جاوزين الاتنين. اه. ومسلطرين عليه. بقى لهم قديم يجاوزين يا اوز احمد. لا متجاوزين يا دكتور. بقى لهم قديم يجاوزين. بقى لهم قديم يجاوزين. بقى لهم قديم يجاوزين. سنة وثمان شهور يا دكتور. ما خليفتش لسه طبعا. لا ده ده انا بكلم حداك عشان كده. اه. هي دلوقتي معها ولد طفل صغير. اه. ويدوبك اه كانت غضبانة. صلحتها اسبوع. وبعدها تم الطلاق تاني. وهي دلوقتي. الاسبوع اللي فات اتصلوا بها قالوا ان هي حامل في الطفل التاني. تمام. وطبعا انا نفست الطلاق لاني والدته اه كل لما اجي اصلح ما بينهم والدته هي اللي تتكلم. لغاية لما والدته قالت لي لأ. والده موجود? والده موجود? والده موجود? والده مش موجود لأ. اه لكن الموجود السيحة حامتها فيا بقى يعني. كل حاجة يا دكتور اه اجيب اجيبهم واصلحهم على بعض. مانتو اللي اجيب اتكلم ايه? لا اخد كلم ماما. لا اخد كلم ماما. لغاية لما انتو قالت لي لا خلاص انا مش عايزاها. مم. مم. فدلوقتي اتطلقوا بقى لهم شهرين. هما لسه في العدة. اه. طبعا يا دكتور الولد بدأ السكينة كانت سرقاها. بدأ يجي للبيت هنا عشان يشوف ابنه. وبدأ يعاية ويفك بالدموع وماما وانا وغلطانه واعترفلي كل حاجة وللأسف ان امرأة عمي كل الكلام اللي قالته كانت صدق. يعني الشاب دا اعترفلي فعلا بغلطته وغلطت اخواته وغلطت والدته. يعني هم عاملوها وحش والست مظلومة. انت شايف كيف? ايوة ايوة دكتور. وانا كنت بينهم بالحق يعني انا ما كنت بينهم بالحق. هو الولد حتى بيحبني لان انا كنت باحكم ما بينهم بالحق. طب يا احمد ما تشيل دا من دا يرتاح دا عن دا وخلصنا ما عملتش كده ليه? ايوة انا بقى عايز اسأل حدك سؤال دلوقتي. هو طالب ان هو يرجع بعد معرف ان هي حامل في التفل التاني. تمام. وبيتعهد لي عاملها كويس. انا مردتش عليه الكلام دا من يوم الحد مردتش عليه مستني رأي حضرتك. دلوقتي يا دكتور هو ساكن في بيت العيلة. ايه رأي حضرتك ارجحهم بس يجيب لها شقة ايجار حتى بره بعيد عن بيت العيلة. اعتقد دا افضل اذا اذا تعصر ايجاة حل مع حامتها ومش هيحصل طبعا واكيد حامتها مش مش هتقبل انها تعمل مشاكل لانها ادخلت قبل كده. فمن الافضل تحاول انك تجيب لها شقة بره او مكان بره وانرجحهم علشان طبعا انها مخلفة عندها اياح. عندها ولد. هو انا وعدته ان انا هكلمه النهاردة طبعا ما اعرفش ان انا لازم اسأل حضاك الاول. حضاك تقول لي عليه انا هكلمه النهاردة. لا. هو انت ويقول له لو عندك امل اصلاح مراتك بنصب التومل في المجر وراه. لكن واضح نسب المشاكل هو الاختلاط بين امه وبين مراته والمشاكل اللي بينهم الاتنين. خلاص ريح مراتك وريح والدتك. والدك لا حق ما بيش مشكلة تاخده. وامك لا حق يشوف له شقة يا بره او اي مكان اي جار ويرجعوا لبعض. وربنا يديهم ان شاء الله. ابشكر حياتك جدا وادوى لك بالتوفيق والسداد. اه عندنا رسال كدير جدا. لكن بس ازنكم اخرج لفاصل القصير. وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجاوز. اتفضلوا. ولسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حجاوز. برحب يا جماعة بكل اسئلتكم واستفساراتكم. على وسائل الاتصال اللي اعتضي على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. ولسه النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا كل عقدة ولها حلال. مشاكلنا الاجتماعية مشاكلنا جوه البيت. بنحاول احنا نشوف لها حلول. رسائل كتير جدا بتجينا من كل مكان. بتسأل ازاي نحل اللي مشاكلنا جوه البيت. خدون الاول اخد الحجة ام محمد يا ام محمد سلام عليكم. ازاي حيتك اهدا وسهلا الفضالي. الحمد لله انا دلوقتي سنة 24 سنة اتجوزت ليه 8 سنين او 29 سنين. واشل سنة بسعة حكت جزيمة معوش. عندك اولاد? عندي بنت وولد. الحمد لله ربنا بريكلك فيهم. تمام? دلوقتي انا كنت اخدامة معوش وكملت وعيشت ووقفت. وهو طلع مش اصيل. وطلقني بدل الطلقة طلقتين. مم. وطبقية طلعة تالتة. مم. واتدخلت بيننا المحاكم ويسيبني غطبانة في بتباية بتسعة شهور ما بيسألش فيها. وعايز يتجاوز واحدة تانية وبيقول ما اشتردت لكم فاها عيب. مم. وكان بيجورني بالسفة شهور وغير ما درب طب يعني ايه الاسباب اللي ادت لكده يا محمد? اللي هو يعني ما بيحبكيش ومش عايزي. طب لما بيحبكيش مع الجواز يا بنت يا امساكم بمعروفة تصريحهم بإحسان. يعني تسعة سنين عايشين مع بعض. تسعة سنين عايشين مع بعض. يعني ما شفتش. طب يعني انت ما شفتش من الراجل ده يوم كويس? ما فيش يوم عد عليك كويس? لا انا شفت منه انا شفت منه هو اللي مش رادي ومش عايزي يكمل. طب. وهو اللي عايز عايز دياني حاجات مش كويسة وبيقول خد اخرج واسيب حاجتك. طب هو اتجوزك غزبا عنك? او يعني غزبا عنه? غزبا عنه? حد اكبره يعني? غزبا عنه ايوة هم اختروني لي وهو ويفئ. وافئ. طب خلاص يب اهله اهله قالوله علي رصحوكي ووافئ. فبفروض يبا ما فيش مشكلة. طب فين اهله بقى ما دخلتمش في الموضوع ليه? بقى خميه ويقول له عادي ساهمة كلها بتدربوا اه وقالوا ما يمكن عشان تجبت البيت. احمله هات الويد يمكن يحبك. طب. جبت البيت وجبت الويد ولا دا ولا دا. طب انت دلوقتي فين في بيت بابا ولا ولا عند جوزك? انا في بيت ابويا. في بيت ابويا فتحت مشروع. طب هو ما بقى له قديه بعيد عنك? بقى له يعني يجي ست شهور كده والمحاكم بينا. ويوم ما قال قال خلاص اخد لها شقة برا ودها سبعمائة جنيه في الشهر ومجلهاش ولا زورها. حاجة يوم واحدة بصعليه. انت روحت المحكمة ودتي المحكمة يعني. اه في محاكم دلله. طيب ما حاولتش حد المشكلة لهم غير محاكم. طيب سؤالك بقى ايه يا ست كل؟ السؤالي دلوقتي انا كمل ولا ولا اطلق وكمل طريق الوحدي. شوفي. وربنا وليدي. حاضر يا فندم. ما هو مهوش كويش. حاضر احقول لها حياتك حاجة. اذا كان عندك امل. لاصلاح جوزك بنسبة ثمن في المية. او ربع في المية. او ستس في المية. لازم نجري وراء هذا الامل. ليه عشان اللي حيدفع التمن الولد والبنت. ولادك الاثنين. هم اللي حيدفعوا التمن. هو يروح يجوز على قوة تجوزي. واللي حيدفع التمن هو الولاد. فانت الله يرضى عنك. واصلاح لك حالك. ويصلك كل امر يا عسير. شوفي كده حد يقعد معاه. او روح انت يقعد معاه. واتفاهمي معاه. وقلوا اللي يرضى ربنا نعيش مع بعض. بما يرضى الله سبحانه وتعالى. وانشد القضايا. يعني في جزاعي الاول كده. اول ما يحصل مشكلة. بين رجل ومراته. هو بي راح تداته المحكمة. هو بي خاجت عليه حكم. خلاص هيعيش معاه ازاي. هيرجع لها تاني ازاي. ما ينفعش. يعني لازم الناس تتعايش مع بعضها. على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. انا شايف ان حضرتك لازم تحاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة. وتشوف حد يتكلم معاه. عشان خاطر عيالك. لكن انا ما انصحكيش ابدا. انك انت تروحي تطلبي ترفع. ترفع عليه قضية في المحكمة. هاتيه وعدي معاه وقوله ادفع لي ويدي مبلغ وقدره كذا. وممكن نرجع لبعض ونعيش. وحط عليه شروط كده. وربنا يكريمك ان شاء الله. ويصلك كل امر عسير. وافتحلك فتوح على العارفين ان شاء الله. لكن ازا بقى هو مرجعش. واصهر على رأيه. خلاص بقى من حقيقي انك انت تتجوزي. ومن حقيقي تعيش بقى مشكلة خالص. بس اخد بالك. اللي حيدفع التمن هم والاولاد الصغيرين. لالاسف الشديد. يا جماعة الجواز ده حاجة عظيمة. نظام عظيم جدا. لازم نحافظ على بيوتنا. علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في الدنيا. وفي الاخرة. رسترنا بستره الجميل. ارجع لي الرسائل. رسالة صعبة شوية بتقول لي. خطبتي بتقول لي. يالله يعرت الرجالة. لا اله الا الله. وهي بتضحك. ورحتنا كمان اتعصبت عليها. وبعازم ما فيها مولانا. رحت ضربتها الام. اغمى عليها. اعدت تفوق فيها. اول ما فائد ضربتني بالالم جامد. لا حوله لا قواتها الا بالله. ورفعت علي ازازة علشان ما اقرب لهاش. واضربها تاني. دلوقتي احنا بيتخنقين. ورفضها ترجع لي. انا عملت كده عشان اثبت لها اني مش عرة. واني راجل. وعشان ما تقررش ده. بس بصراحة انا بحبها جدا. حب ايه يا راجل. حب ايه حرام عليك. يعني. وهي برضو حرام عليها. يا جماعة ما ينفعش. ده ده مش حب. الحب يا جماعة اخترام. الحب تأدير. الحب مودة. الحب رحمة. الناس هتعاش مع بعض برضو الله سبحانه وتعالى. انت لسه خطيبها. ويا لسه خطيبتك. اخدتها عليك. تقول لك يا عرت الرجالة. وتشتمك ما ينفعش. لازم يا جماعة. مهم جدا نمسك لساننا. وانت كمان تضرابها. مش ده الناس فهم مسألة الضرب دي غلط. واحد يقول لك انا ايه. لازم ربنا قالوا اضربوهم. يا جماعة الصحابة والسلف الصالح. بك الواحد فيهم بيضرب مراته. كان بيضربها بعود سواك. يعني بيقول لها من فضلك بس انا زعلق منك شوية تعالي صالحيني. لكن دلوقتي تفتح دمخة. ويتديك بالألم. وديك بالألم. فيه الاحترام اللي بينكو بقى. هتعيشوا مع بعض ازاي من دلوقتي. اما لما تتجوزوا كده وعشر سين وتجيبوا عيال. ومتواجهوا مشاكل الدنيا. هتعملوا ايه ببعض. هتولعوا ببعض. ازاي يعني. ده يعني اجمل الفترات اللي في حياة الانسان فتط الخطوبة. وبعدين انت ازاي تسمح لها تجتمع. كنت تقول لك يا عادة رجالة. ازاي توصلها. حتى لو كان بهزار ما ينفعش. بعض البنات للأسف رزقنا لسانا طويلا بذيئا. يؤذين نبيه خلق الله سبحانه وتعالى. هتعيش معه ازاي. يا خطبتك بتقولك كده. ما لما تتجوزها هتقولك ايه بقى. هتبقى مسألة صعبة جدا. حواصل كلامي في هذا الموضوع. ولكن اخذ الاول تصال تليفوني. والساز محمد. سلام عليكم. عليكم السلام ازايك عام الشيخ. اهلا بيك يا اسم محمد. اتفضل. اهلا بحضرتك. قمور اتفضل. بس بالنسبة الولدتي وسلفتها. اه. والدتك ايه. مش عايزة تكلمة يعني فما بتشوفني ماشي مع ابن عمي. هم. بتشتيمني وكده وازعها لي. مش عايزة تمشي مع ابن عمك ولا تشوف. اه تمام. عشان بتكره سلفتها. بتكره امه. اه بتكرهها بسبب ان في مشاكل بينهم يعني. طيب انتم مال كنتوا مال المشاكل. انت وابن عمك مالكم مال المشاكل. هم. تمام. فهي مش عايزة ان امشي معايا بتقول لي هو مكار وبيلف ويدور وعل الأدب وكده. بس انا مش شايف منه حاجة غلط خالص. والله انت تعامل مع الناس كلها كده. عدم معرفتك للشر يجنبك الشر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما مضح فاطمة الزهراء رضي الله عنه قال ان عدم معرفتها للشر يجنبها الشر. يعني انت بتعلم مع الناس كلها كده بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هم لو تأمروا عليك بقى ربنا حيدافي عنك. فانت شوفت حاجة وحشة بابن عمك. لا هو بيصلي وعرف ربنا وبيعرف القرآن. ما شوفتش منه حاجة. بس يمكن بس الست والدتك. بس وجد نظرها. هي وجد نظرها. انها بتكره بتكره امه بس. مش كده. حرور؟ بتكره امه. طب سؤالك بقى ايه سؤالك. فدلوقتي انا بالنسبة اعطى علاقتي بابن عمي خالص. واسمع كلام والدتي ولا يعني. لا لا تقاطع ابن عمك. وحاول تتكلم مع والدتك مرة واثنين وثلاثة. قل لا يا امي ولا يحلل المسلم ان يهجر اخاه فوق خثلات. يلتقياني. فيعرضوا هذا. ويعرضوا ذاك وخيرهما. الذي يبدأوا بالسلام. ده بالنسبة للغريب. فما بالك يا امي بابن عمي. ده الواحد ده ما بيحصلوا مشكلة بيلجأ لقريبه. بيلجأ لأهله. فهو دائم جزء من اهلي. فلدي محافظ عليهم. عشان تبقى العلاقات طيبة. ياريت يا امي تيجانا وانت صالح. مرتع امه وامه وامه صديقي ده. وتبقوا عبعض كويسين. وتقدوا ربنا سبحانه وتعالى. لكن عموما سمعني يعني يقولوا دايما مركب الضراير صارت. ومركب السلايف غارت. مركب السلايف غارت. طبعا المجاوز اتنين ده. الاتنين عايزين مصلحة تمشي. لكن مركب السلايف غارت لان كل واحدة من السلايف عايزة تنتصر على الاخرى. فبتحصل مشاكل كتيرة جدا جدا جوا المجتمع. معانا اتصال تليفوني اخر يا امه محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسلم. لو تمحت اتكلم ماك بستطول بالك علي ان شاء الله. اطول بالي خالص انا طاحت امرك يا امه محمد. قولي كل اللي انت عايزة. الله يخليك. انا معي ابني مطلق مراته لثمان سنين. تمام. وولاده يعني اول مطلق انا مكنت لي اي زنب خالص وجابت الزنب علي. اه. اتبلت عليك يعني. وقت اروح لولاده بقى يقفل الباب في وشي ومش عايزيني معا تلات ولاد بنتين وولد. امه. بيقفل الباب في وشي ومراب قفل الباب في وشي. امه. ويقول لي مش عايزيني اكتيجي. مش عايزيني اشوف وشك. مش عايزيني اكتيجي. بقيت اخد ابني وارح لهم المدرسة ما يرضوش يقابلونا. امه. ولا يرضو اي حاجة. وارحنا رحنا يمين رحش ما مش عايزيني يقابلونا ولا امم رد يتوروهم لنا. تمام. ودلوقتي مش يديهم وتجوزت. ومش يديهم مش عارفة لها طريق. طب يا فاندي مشيها تجوزت. ست جوزت المرأة. اذا تزوجت تفقد شرط الحضانة الخلاصي بالولاد يروحوا لحد تاني. يروحوا لأمها او يقولك. او يقولك. والمحامي. يالك كبار الليل دلوقتي البيت الكبير عندها 18 سنة. والتانية 17. والولد عنده 18. انهم هم لا يا حاجة. البنت الليها 17 سنة دي لسه في حضانة امه. البنت في حضانة امه اللي انت تزوج. هم. اذا. هي يعني 18 سنة لسه في الحضانة. اه تانيها في حضانة امه لغاية الا اذا امها تجوزت. امها تجوزت. اه خلاص. ايه. الحضانة تنتقل لاماها هي. امها مش موجودة بتنتقلك. امها موفية. امها موفية. امها موفية. خلاص بتنتقلك انت الحضانة. اشوف يجو ابن حضرتك. يروحوا يشوف محامي. والحضانة ممكن تنتقل. يقول المحاميين يا رفاية. مش يقولوني ايه اللي بتختاره ولو اختاره مهم مش هتغضوه ليه وهي يا شاكية ابني في المحاكم ومصة دم قلبه بتجيب له بالعشرين الف وتلاتين الف فلوس مدارس ومخليها مش شهلت ولا حاجة ومخليها مدين من الناس كلها طيب ما تحاولوا تحل المشاكل دي بالراحة يا حاجة احنا مش عارفين لها طريق جوزت ومشت مش عارفين مكانها والولاد فين طيب وحاولت رحت الولاد فين ولادكو فين والاد ابنك فين يا حاجة معاها هيا خليطوا ومختفيين ومختفيين يعني طب سؤالك مختفيين مش عارفين لهم طريق سؤالك ايه حاجة طب سؤالك ايه بالنسبة لي سؤالي انا اقمل ايه عشان حرام يعني فيه ستات كتير مظلومة وفيه الجالة كتير مظلومة انا ابن الظلم طبعا طبعا يا فعل طيب يا حاجة اشكرك شكرا جزيلا حيجب على حياتك فعلا فيه حيجب على حياتك ومعنا مين يا شايماء شايماء طيب انقطعت صالة تليفوني حاول يا سيد محمد تتصل بنا مرة تانية طبعا خدت زوجة خدت ولادها طبعا ولادها وبعد ما اطلعت من جزها واختفت ومش باينة طبعا ام جدة الولاد عايزة تشوف ولادها وبتلك شكياة في المحاكم ده وضع طبيعي جدا نتيجة لان الناس لما جاتت جوزت ما تجوزتش على الواجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى يا جماع يا كل اللي شايفيننا يا كل السادة المتزوجين الجواز ده زي ما ربنا قال امساكم بمعروف او تسريح بإحسان كلام جميل جدا كلام ربنا سبحانه وتعالى ينعيش مع بعض بما يرضي الله سبحانه وتعالى يتقول لها سيد الكل الفضالي دي حقيقة هو مع الفي سلامة لكن الصراعات والخلافات والمشاكل ورفع عليه قضية طبعا السيد هتعمل ايه دلوقتي ولدها في المدارس البفورد واجب ابنك نروح يديها يدفع لها فلوس عشان تروح للمدارس ما دفعش طب هي تعمل ايه ما برضو هي مضطرة المفروض طبعا يعني تحولي تعودي معا تشوفي اي حد يوعب مع امرأة طبع ابنك دي شوفها فين حتى اكيد هتلاقوها يعني مش معقول مش هتباني يعني اذا اختفت بيهم حيبانوا بعد شوية بعد يوم بعد ثلاث دوري وربنا يعينك عليهم ان شاء الله سبحانه وتعالى بس ازن حضراتكم اخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجاوز اتفضل خلاص يا جماعة وصلنا الى اللينك الاخير ودايمن الوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة ولسه النهاردة متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حجاوز وبنتكلم في موضوع كل عقدة ولها حلال للمشاكل المليانة والموجودة في البيوت بنحاول نشوف لها حلول وربنا سبحانه وتعالى يعيننا جميعا ويصلنا كل امر عسير ويملأ بيوتنا محبة وبهجة وفرح ورضا وامن وامان باذن الله سبحانه وتعالى كنت عبد الفاصل بكلم عن اللي خطبته قالت له عادة الرجالة وطبعا راح هو اتعصب عليها وضربها ولم اغمى عليها وهي كمان ضربته بالقلم واضربها بالقلم فبيقولك يعني انا بيسا بحبها حب ايه بقى الحب احترام الحب تقدير ماينفعش انك انت تضربها ده اول حاجة وماينفعش ان ايه تشتمك لا ماينفعش من دلوقتي بتشتمك لما تخلفهم وتواجهوا متاعب الدنيا هتعيشوا مع بعض ازاي ماينفعش خلاص يعني كده المسألة يعني بقت بتواجه ظروف ماينفعش انك انت تتجاوز واحدة بهذا الشكل لانك انت تشتمك خلاص خلت عليك مايصحش مايصحش انك انت كنت اخد عليك من الاول كان يا منفروض يكون فيه احترام بينك وبينها ليه تسكت لها لغاية توصلت الامر درجة دي تقولك يا عادة الرجالة برضو بقولي كل بنت لازم تحترم خطبها و لازم تمسك لسانها في هناك برضو بعض البنات لسانهم ما شاء الله يعني لسانهم زالب و صعب جدا عايز اقولي كل البنات و لكل الولاد و كل الزوجات و كل ناس شايفين نمسك لساننا يا جماعة يعني ربنا قال لنا في القرآن العظيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد خدوا بالكم ربنا ما قال لناش ما يلفظ من جملة مفيدة لكنه قال ما يلفظ من قول يعني ايه يعني كل اللي بنقوله تسجل علينا الملائكة وتصعب بأعملنا تم صحيحة الى الله سبحانه وتعالى فيمحو الله ما يشاء و يثبت و طبعا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما احد الصحابة طلب منه النصيحة قالوا امسك عليك لسانك يعني و اليسع كبيتك و ابكي على خطيئتك جالت نمسك لساننا جالت كل بنت مخطوبة تحترم خطيبها و تعاملوا المعاملة الطيبة من دلوقتي بتجتمي تقولي عدة رجالة امان لما تعيش معاه شوية هتعملي معاه ايه ده ما ينفعش يا جماعة لازم يكون في احترام احترام بين الخطيب و بين المخطوبة و الا حديبقى حياة صعبة جدا معانا ام احمد سلام عليكم اهلا وسهلا فضالي فاندي بنتي متجوزة اتجوزت واحد و طلقها بعد ستة شهور ليه يا فاندي ليه كده ليه مالحقناش نفرح بس يطلقه و هي حامل تلات شهور تمام ايه المشاكة سبب الطلاق يعني ما حاولتش تتدخل تصلاحي الامور بينهم ده من نفسه كده جيه و قال انا تعبان انا اه تعبان ومش قادر ومش قادر اكملوا الكلام ده طب ليه يعني ايه السبب يعني يا خبار مش قادر نحاول لحين المشاكل مش عارف طيب بعدين بلا سبب اه قلنا له روح الازهر و روح هنا يمكن في حاجة يعني ربنا يعني ما يجيبش حاجة وخشة وكده برضو حاول و قال لا لازم لنفصل خليها عندنا وخليك انت شوية ادي نفسك فرصة شهرين شهر تلاتة كده شهرين ما يجرش حاجة تلاتة لبعد مثلا العيد اي حاجة قلنا له كده قال لا لازم دلوقتي وعند المؤذون طب وراح وطل وراح وطل عند المؤذون ودهها حققه هو ده لا ودهها حققه ودهها حققه طب ايه السبب يعني ما انا عزارك ايه السبب اللي خليها اللاجئة لهذا هو كده من نفسه و قال انا تعبان انا شغلي وقع انا مش عارف طب لا لما سألت بنتك ايه اسألت لك ايه الاسباب ده كانت جاية زيارة ده قالت لك ما لتكيش فيه اسباب انو كان مدائي منها قالت لك اي اسباب وقالت له تعال اخذني يوم السبت يقام جاي يوم الجمعة قال انا كذا يعني هو ساب شغله يعني وكان بيشتغل ولما تجوز ساب شغله ما عرفش لا هو شغل ما يعني كده في المعمار وحاجات زي كده تمام ليه سابة يعني ما انا عزارك بس وليه ساب بنتك يا حققه ليه سابة ايه الاسباب من الباب للطاق كده جاه هو قال انا مش عادر اكمل يعني مش عادر يكمل طيب وهو مطلق كتير قبلها يعني بيجوز قبلها قبلها بكتير يجي ستة وسبعة وحدة طيب ولم انت عارفة كده بتجوزيه لبنتك ليه لما انت عارفة انه جوز انه راجل منطلاق بتجوز ستة وسبعة بتجوزيه لبنتك ليه انت ظلمت بنتك زرم كبير جدا ليه جوز سالك معرفيتش تلط طلقات طلقهم من غير ما حد يعرف جوزات تجوزهم من غير ما اي حد يعرف طيب وانت بتقولينك عرفت يعني انت كنت عارفة قبل ما جوز بنتك بعدها يعني عشان تسألي عليه يعني المشكلة الوقتي كايت انك انت غلطتي غلطة كبيرة جدا فعدها بالسؤال عليه اي حد جيتقدم لبنتك لازم تسألي عليه طيب سؤالي كيه السر حاجة اتجوزها واتطلقت وبعد كده يعني ايه كملت حمله طيب نزل الحمله قال لا انا مغدفش ربنا طيب امال عايز ايه قال ايه لا الحمله يكمل وخلاص وكملت حملها وولدت طيب تمام ولدت طيب بيسأل بقى عن المولود او المولود او ده لا من شهر تسعة ما عملوش لشهادة كده ولا سجله ولا اي حاجة طيب سؤالك ايه حاجة بقى اه ما عملوش شهادة طيب سؤالك ايه طيب احنا الحل ايه حاضر يا فندي بشكرك شكرا جزيلا معنا مين يا شايماء مين ام حسام يا ام حسام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حدرتك انا يا ام حسام ازاي حدرتك تفضلي الحمد لله دكتور بعد اذن حدرتك انا ليا سلفتي كانت جوزها عايز يتجوز عليها وهي وفقته ماشي وفقته عالجواز وبعد ما تجوز ومراته التانية حملت فدلوقتي عاملة مع مشاكل طبعا يعني الاول ايطلق الموافعة تتجوز عليها وبعد ما تجوز انت بتح حالة شهيدة من الغيرة ازاي تتجوز عليها لازم تطلقها مش كده لا مش لازم تطلقني هي عاملة مع مشاكل كل ما ي ويعني عاملة ظلم جامد يعني جبران هو يعني ايه ظلمها ظلم التانية وحضرتك يعني زعلانا من اخواته لو واحدة فيهم كلمتها او قابلتها وكلمتها وكده عاملة حظر تجوز عليها يعني ايوان ولو اخواته كلموها او كده او لو عرفت ان حد فينا بيتكلمها او بيقرب منها يعني بتزعل منه وتعمل مشاكل طب يا يا بنتي مش هي وفقت في الاول مش هي وفقت في الاول وفقت من الاول طب ليه بقى بترفض ليه دلوقتي هي دلوقتي يا دكتور بقى في غيرة جامدة وفيه يعني احساس بانها مش طيقاها ولا طيقة اي حد يكلمها ولا طيقة هو يروح هناك وهو كمان يعني دلوقتي ظالم جدا طب سؤالك يا بنتي ايه بقى سؤالي حضرتك بقى دلوقتي هل احنا لما نمتنع عنها احنا كده بنقطع سلة الرحم او احنا بنشيل زنوب او اخواته دول بيشيل زنوب طيب فاندي ما شكورك شكرا جزيلا اا ما تنقطعيش عنها حاول تقول لها الصح حاول تقول لها ربنا سبحانه وتعالى هو الراجل السأزم منها قال لها اتجاوز قالت له خلاص اتفضل حياتك اتجاوز ما فيش مشكلة انت تزعل منه بقى لو كان مش عادل لو ما عدلش بين زوجتين اا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة واحدى شقايه مائل لكن الراجل بيعدل الوضع الطبيعي طبعا ان الزوجة الاولى عند انتبتع حالة شهيدة من الغيرة ده وضع طبيعي جدا يعني اي ست بتغار طبعا على جوزها ما فيش مشكلة في هذه الحالة لكن لازم يعني نواجه هذه المسألة بما يرضي الله سبحانه وتعالى الزوجة التانية مالها الزم فأنتم فضلوكو ما تقاطعوهاش عملوها المعاملة الطيبة وعملوا الزوجة الاولى برضو المعاملة الطيبة ودعو لها لعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديها وعصلح لها الاحوال بإذن الله سبحانه وتعالى المشكلة اللي قبل كده الحاجة ام محمد اللي بنتها ام محمد اللي بنتها طبعا اتطلقت بعد فترة وبستة شهور من الزواج وجوزها سابها والغاية دلوقتي مش عايز ييجي يعني يسأل على ابنه ومش عايز وبعدين هو اللي قال في الاول يعني هي بتقولي انه هو قال لها انا ما ننزلش الولد ده ما سقطهاش لانا اخاف ربنا سبحانه وتعالى طب خلاص كمل بقى كده ربنا يا كريمك ده ابنك روح اكتبه اكتبه اكتب اسم طبعا في السجل الموليد ودوله كل حقوق الشرعية اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة حاولي حاجة تتصل بيه تقوله له لازم ييجي يعمل ده انه هو ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى وانا مش متخيل مدومت انت خلفتوا بابنك وينسب اليك فوت تفرح وتبه مبسوط بهذه المسألة ان ربنا كرمك مش كيفانك انت ظلمت الامه وطلقتها بلا سبب وبلا حاجة وكان لازم تتلع كله حقوق الشرعية صحيح ده كويس جدا لكن برضو لازم تسأل على ابنك وتوطيح حقوق الشرعية وإلى ربنا سبحانه وتعالى حيسألك يوم الايامة في مثل هذه المسائل في الحقيقة عندي يعني اسئلة كتيرة جدا خليني بس حتى اقاب ما عادش للأسف ما عادش فاضل الوقت عشانك نحكم البكرة ان شاء الله الاجابة على كل اسئلتكم واستفساراتكم ادعو لحضراتكم جميعا بان يوفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحب يرضى وان ياخد بناصيتكم للبر والتقوى اللهم اصطرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم اصطرنا ولا تفضحنا واعطينا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخضل عنا ولا تخذلنا واسترنا يا الله واستر اولادنا بسترك الجميل يا رب الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من نقمة السلم بعد نعمة العطاء يا رب العالمين اللهم متعنا جميعا بالصحة والعفية ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ارزقنا جميعا من الحلال وبارك لنا فيه اللهم امن مصر وشعبها رب العالمين اللهم ان مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين اللهم اننا جميعا تحت لواءك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين شكر الله لكم ايو على حبة نلتقى على خير غدا ان شاء الله الى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة